زار رئيس الحكومة أحمد بن مبارك ديوان وزارة العدل في مدرية المعلى بالعاصمة عدن لطلع على سير العمل ومستوى تنفيذ الإصلاحات أطلع رئيس الحكومة على عمل عدد من الأقسام والإدارات العامة والقطاعات التابعة للوزارة وما تقوم به من جهود ضمن إسهمها في دعم تحقيق العدالة والتعزيز دور القضاء واستقلاليته لما يقفل أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات وأقد رئيس الحكومة خلال ترأسه اجتماعا لقيادات وزارة العدل أقد أي حالة عدد من ملفات الفساد للمحاكم والنيابات المختصة وتطلع من القضاء إلى إصدار أحكام مشددة ضد المتورطين فيها مشيرا إلى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للمحاسبة والمسألة واحدة من أهم الإشكاليات والأهفات التي تعطى معها هي الفساد المالي والإداري واحدة من أهم القضايا بالنسبة لنا أنا من ضمن الأولويات الخمسة التي أعمل عليها هي الإصلاح المالي والإداري والشفافية والمسألة وفي كثير من مؤسساتنا نتيجة لكثير من القضايا التي شابت عملنا المؤسسة طوال الفطرات لماضية وصبح في هذه الأشكال كبيرة يجب أن نقربه ويجب أن نعمل على معاركته بشكل رئيسي كثير من القضايا الكبرى وقضايا الفساد الرئيسية تسقط لعدم يعني لعداد لها وأنا أعتقد دور رئيسي أنتم تشكلون المدخلات الرئيسية لأي قضايا تذهب إلى المحاكب شكرا